اشتركوا في القناة ممكن ببعض ولاية الجنوب وكانت أقل بالمناطق الجبلية الغربية في مستوى الـ 24 درجة وميزات الوضع الجوي نشوفوهم أكثر من خلال تسلسل لسور القمر الاسطناعي كما تلاحظوا خسائص الكتلة الهوائية المتواجدة على بلدنا هي الرتوبة العالية على مستوى تبقات العليا الغليفة الجوي تقس مغيم فمحليا كثيفة صحاب مع نزول بعض الأمتار المحلية وممكن جنب الحركة الوكين مميز الوضعية الجوية الحالية والمركز الحركي الفعال للمنظومة الجوية الحالية وليسهم في هبوب رياح قوية من القطاع الجنوب واليسرعتها توصل مستوى الـ 70 كم في الساعة ويبقى الجنب الحركة واليطالب منها كل اليقظة والحذر قرب سواحل وبمناطق الجنوب وين تكون الرياح الليلة مسحوبة بدوير رملية محلية ممكن نتوقع درجات حرارة بشكون من بين الـ 16 إلى 20 درجة بمناطق الجنوب أقل بالشمال وبالوسط من بين الـ 14 إلى 18 وأقل بالمرتفعات في مستوى 12 درجة ومؤشرات نزول الأمتار متفارقة موقع ترادية بشمال الليلة ومحليا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب يوم الغد إن شاء الله معنيين بتراجع تفيف في درجات الحرارة مقارنة بالعاشناه اليوم ومؤشرات نزول الأمتار متفارقة موقع ترادية بشمال محليا بالوسط وأيضا بالجنوب ويبقى هبوب رياح قوية وليطالب منها الجانب الكبير من الحيطة والحذر خاصة قرب سواحل ومحليا بمناطق الجنوب فيما يخص أرقام وقيم درجات حرارة المتوقع اليوم الغد تكون في مستوى العشرين بتونس الكوبرى نتوقع عشرين أيضا بجية وطن القبلي بنابل وبقليبيا واحدة عشرين بزغوان تسعتاش ببنزارت بربوع الشمال الغربي تنزل درجات الحرارة لمستوى ثمونتاش بباجا أيضا بتبرقة تسعتاش بجندوبة ثمونتاش بسليانة وسبعتاش درجة بالكاث بمناطق الوسط في مستوى ثبعتاش درجة بتالة بالنسبة للقيروان تصل إلى ثين عشرين بجية الساحل بسوسة بالمنسير وبالمهدية ممكن سجلوا 21 درجة بعاصمة الجنوب السفاقس وقرقنا وصولا لسيدي بوزيد نتوقع عشرين ثمونتاش بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي تصل حرارة وصوى إلى ثمونتاش بيقافسة بيتوزر ممكن سجلوا عشرين تسعتاش بيقبلي عشرين بيقابس ببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة زربا تصل حرارة وصوى إلى مستوى العشرين توقعوا ثنين وعشرين بمدنين وبتطوين وعشرين برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري تواصل الأعلام بهبوب ريح قوية السير المفعول بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون من القطاع الغربي سرعتها من خمسة عشرين إلى ثلاثين عقدة تصل مؤقتا إلى خمسة وثلاثين سباحا وتتراجع فعليتها بعد ظهر لتكون من خمسة عشرين عقدة البحر يكون هائج فتدريجيا متموج بعد ظهر بخليج حمامات وبجيرة الساحل ريح في أغلبها جنوبية غربية سرعتها من خمسة عشرين إلى خمسة وثلاثين عقدة وتتراجع إلى مستوى مستاش عشرين عقدة بعد ظهر البحر يكون هائج فتدريجيا مضترب بعد ظهر بالنسبة لمنطقتين الشابة وخليج جابس ريح تكون غربية فجنوبية غربية سرعتها من عشرين إلى ثلاثين عقدة تصل مؤقتا إلى خمسة وثلاثين والبحر يكون شديد الاضطراب فهائج كالعادة نريدكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية ثمانية عشرين درجة بنوكشات بالمغرب الأقصى نزول أمتر موقعا راديا نتوقع تسعة تاش بالجزائر تقص ممتر تسعة عشرين بترابلس مع ظهور بعد صحب بالخرطوم أجواء مشمسة ستة وثلاثين ثمانية عشرين بالقهرة بالبقاء المقدسة تصل حرقوس والتسعة عشرين بالمدينة مناورة تسعة عشرين بمكة المكرمة ستة عشرين بالدوحة ثمانية عشرين بأبوذبي تسعة عشرين بمسقط بعد صحب بالكويت وببغداد مع درجات حرارة معتديلة ثين عشرين بدمشق أربع عشرين ببيروت ثين عشرين بالقدس الشريف بإسطنبول متوقع نزول بعض الأمتار ستاشة درجة وبأوروبا نتوقع تقص ممتر بروما ستاشة تقص بيرد بفيانا قيم حرارية في مستوى ثلاثة درجات بجناث ببريس أربع ببريكسل تلتاشة بمرسيليا تقص ممتر بمدريد وبلاشبونة تواصل مؤشرات الأمتار تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة معنين بعودة الصحو والأجواء الصحية ولتمتاز بظهور سحب عبره بأغلب مناطق البلاد يوم الأربعة تقلص في حدث وفاعلية تريح التي تتواصل في أغلبها من قطاع الغربي تكون نشطة نسبيا قرب سواحين ومعتدلة داخل بلاد البحري تكون مضطرب بالشمال متموج ببقية المزالات البحرية وتتواصل درجات الحرارة القصوى في مستوى 16 درجة بالمرتفعات بالمناطق الجبلية الغربية ببقية الجهة ممكن سجله أرقام بين 18-30 درجة وبالنسبة لمناطق الجنوب تتروح الأرقام بين 21 إلى 25 درجة يوم الخميس تتوقع أجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد تتنقل التائرات الهوئية لتكون نياق طعا الجنوب نشطة نسبيا بشمال البلاد وضعيفة لمعتدلة ببقية المناطق البحر يكون مضترب بالشمال قليل الاثراب بالسواحل الشرقية لبلادنا ومع هبوب رياح الجنوب يمكن سجله ارتفاع نسبيا في درجات الحرارة معيدة شروق الغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة ودقيقتان غروبه في الساعة الخامسة وثمان دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات نجمو نزوره الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرس الجو تروا دو بلو في تبعثه رسالة قصيرة ولتصله برقم الموزع الصوتي 88404 أوقات صالات اليوم الغد الموافق لذكر المولد النبوي الشريف صبح بداية من الخامسة وثنين وثلاثين دقيقة ظهر من تصف النهار واثناشا دقيقة العسر في الساعة الثانية بعد زوال وثمانين 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 دقيقة ساعة الخامسة وعشر دقائق وصلت العشاء بإذن الله في الساعة سادسة وثمانين وثلاثين دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام اشتركوا في القناة